ترجمة نانسي قنقر منوها إلى أن بداية العام الدراسي الجديد كانت موفقة وسلسة وميسرة وسبقتها استعدادات كبيرة جدا من الوزارة والقطاعات التعليمية المعنية والمساندة لتهيئة المدارس من حيث المرافق والمستلزمات الخاصة بالعملية التعليمية وفي مقدمتها الكادر التدريسي والإداري المساند إلى ذلك أشار سعادة وزير التربية والتعليم بأن الوزارة ستباشر خططها المعتادة في متابعة عمليات التحصيل العلمي وإجراء عمليات التقييم ترجمة نانسي قنقر